سيد أسامة، هل فعلا هناك أزمة سياسية عميقة في البلاد؟ استدعت مثل هذه المبادرة؟ بداية معلومة أن هناك أزمة اقتصادية طاحنة بالبلاد ربما هي المرة الأولى التي يجاير فيها رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوق بوجود أزمة سياسية حتى أنه وصفها بالعميغة وحدد أن الأزمة داخل المكون المدني فيما بينهم داخل المكون العسكري فيما بينهم وبين المكونين العسكري والمدني لكن واضح جدا أن هناك تغييرات انغطرت في المشهد دفعت حمدوق للحديث عن أزمة سياسية لأنه حتى آخر خطاب لو كان في منتصف هذا الشهر لم يتحدث عن وجود أزمة سياسية كان يتحدث عن وجود أزمة اقتصادية جاء زال عقب جراءات رفع الدعم الكل عن المحروقات ثم أنه بدأ تفاولا كبيرا مرة الماضية قال أنه هناك نفق في آخر هناك ضوء في نهاية النفق كان يتحدث بشكل متكرر في خطاباتي السابقة بعبارة حفظها الشارع السوداني سننتصر لكن اليوم واضح جدا أنه هناك تدخلات خارجيانة في تقديرها أن أطرافا خارجية هي دفعت حمدوك لضرورة الحديث عن إجراء مصالحة وطنية حتى وإن تم تغليفها بأنها هي مصالحة ما بين المكونة العسكرية والمدنة لكن واضح أن هناك أطرافا جديدة ستكون في الملعب ترجمة نانسي قنقر